السلام عليكم أعزائي المشاهدين أجواء دافئة مع رياع شمالية غربية خفيفة لما تجد سرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كم في الساعة خلال فترة النهار ولكن الأجواء الباردة مستمرة معنا مع ساعات الليل المتأخرة تعرف على تفاصيل أكثر الطغس الحالي على مدينة الكويت أجواء صافية مع رياع غربية سرعتها 9 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 25 درجة مئوية رطوبة نسبية متدنية نوعا ما 14% رؤية الفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو صورة الأمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب نتيجة امتداد مرتفع جوي ضعيف مؤثر على البلاد وأيضا شفل جزيرة العربية الليلة أجواءنا باردة مع رياع جنوبية غربية إلى متقلبة للتجاه خفيفة إلى معتجة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كم في الساعة درجة الحرارة متوقعة على المناطق الغربية السالمية وشقاية 10 درجات مئوية بالنسبة لمناطق الساحلية ما بين 10 إلى 14 درجة مئوية الأجواء الباردة مستمرة معنا مع بداية ساعات الصباح الأولى مع رياع شمالية غربية خفيفة إلى معتجة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة درجات الحرارة متوقعة على المناطق البرية ما بين 11 إلى 14 درجة مئوية باتر الظهر أجواء جميلة ومشمسة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متوقعة على المناطق الساحلية 22 درجة مئوية الأحمدي مدينة الكويت 24 درجة مئوية السالمي والشقاية 23 درجة مئوية في مساء الغد أجواء باردة مع رياح شمالية غربية واستمرار وتتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متوقع المناطق البرية ما بين العشرة إلى أربعة عشر درجة مئوية جزرنا الجنوبية كبر قارهم المرادم أربعة عشر درجة مئوية أجوال بحرية بشكل عام خلال الأربع عشرين ساعة القادمة بمشيئة الله خفيفة معتدل الموج وارتفاع الموج من واحد إلى أربعة أقدام المد الأول إن شاء الله في الساعة الثالثة وعشر دقائق صباحا مد الثاني ساعة ثلاث وثلاث دقائق مساء أما بالنسبة للجزر الأول في الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا الجزر الثاني في الساعة التاسعة وثمانية واربعين مساء المواقع بإذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعدنا الفجر في الساعة الرابعة وثالثة واربعين دقيقة شروق الشمس في الساعة السادسة ودقيقتين أما بالنسبة للغروب الشمس في الساعة الخامسة واربعة وخمسين دقيقة الطقس المتوقع خلال الخمسة أيام القادمة على مدينة الكويت إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثة أجواء صافية مع رياح شمالية غربية سرعتها 30 كم في الساعة درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية أما بالنسبة للصغراء 10 درجات مئوية ابتداء من يوم الأربعة مع دخول من الخفض جوي مساء يوم الأربعة تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كم في الساعة وظهور بعض الغيوم العالية من توسط درجة الحرارة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية بالنسبة للصغراء 13 درجة مئوية يوم الخميس فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وأيضا فرصة للغبار على بعض المناطق لذا نوه المرتدي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية أما بالنسبة للصغراء 17 درجة مئوية عودة للرياح الشمالية الغربية يوم الجمعة قد تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية بالنسبة للصغراء 15 درجة مئوية تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية كوس تدان من يوم السبت وظهور بعض الغيوم العالية من توسطة العظمى المتوقعة إن شاء الله 25 درجة مئوية بالنسبة للدرجة الحرارة الصغراء 15 درجة مئوية أعزائي المشاهدين الأجواء الدافئة مستمرة معانا حتى يوم الأربعاء وأيضا تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية تدان من مساء يوم الأربعاء شكرا على حسن المتساعدة والآن مع درجات الحرارة على عواصم العالم